قال وزير الرأي والموارد المائية السودانية سر عباس إن وجهات النظر تقاربت بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد وقال عباس بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم إن الدول الثلاثة اتفقت أيضا على تعريفات الجفاف والتشغيل في الجفاف وقال بيان وزارة الموارد المائية والرأي المصرية إنها تسعى للتواصل إلى اتفاق حول ملء خزان السد وتشغيله يحقق مصالح الدول الثلاثة ويحافظ على سلامة النهر ولم يتسنى الحصول على تعليق من إثيوبيا وتخشى مصر من أن يحدى السد الذي تقيمه إثيوبيا بالقرب من حدود السودان من مواردها المائية الشحيحة بالفعلة والتي تعتمد في معظمها على مياه النيل وفي نوفمبر تشرين الثاني اتفق وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على العمل لحل النزاع حول السد الذي يتكلف أربعة مليار الدولار وذلك بحلول الخامس عشر من يناير كانون الثاني بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في واشنطن واجتمع الوزراء الثلاثة في واشنطن هذا الشهر أيضا ومن المقرر عقد اجتماع ثالث بينهم في الثالث عشر من يناير كانون الثاني يحاولون فيه التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع ترجمة نانسي قنقر